موسيقى حم قطع الرؤوس ترتفع في السعودية مع نهاية كل عام لتستقبل بعده العام الجديد بحمامات من الدم ناجمة من تنفيذ أحكام إعدام جماعية آل سعود افتتح العام الحالي بإعدام 47 شخصا كان من بينهم رجل الدين آية الله الشيخ نمر باقر النمر ونشطاء آخرين هذه اليد الحديثية التي تمتذ ضربنا ستكسرها إرادتنا الفلادية وبذمنا سنغرس شجرة الكلام والحرية ويبدو أن آل سعود في صدد الاستعداد هذه الأيام لارتكاب مزارة أخرى مطلع العام المقبل إذ يقف اليوم في طابور الإعدام أكثر من ستين شخصا ومن أبرزهم علي النمر وداود المرهون وعبدالله الزاهر الذين اعتقلتهم السلطات عندما كانوا أطفالا بتهمة المشاركة في الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الشرقية المهمشة في العام 2011 سلطات آل سعود أضافت اليوم 15 شخصا إلى قائمة الإعدام السوداء عندما أصدرت محاكمها أحكاما جائرة على مواطنين من منطقة القطيف ضمن ما عرف بمجموعة الكفاءات بدريعة تأييد المظاهرات وتشويه سمعة المملكة ومحاولة نشر المذهب الشيعي هذه الأحكام ونظيرتها التي صدرت في البحرين تتزامن مع انعقاد القمة الخليجية في المنامة وبمشاركة من رئيسة وزراء بريطانيا تثبت بأن حكام الخليج غير آبهين للمجتمع الدولي طالما أن القوى الكبرى تدعمهم وتسهر على رعايتهم ولذا فإن التعويل على هذه القوى لإحداث تغيير في الخليج هو ضرب من الخيال وأن حمل التغيير الثقيل لن ينوأ بحمله سوى شعوب المنطقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة